عراق فعلاً عدد موظفي زاد المتقاعدين يصل إلى تقريباً 6 و 7 مليون شخص أربعة مليون تقريباً منهم هم الكادر الوظيفي الموجود في الحكومة 2.5 مليون هم المتقاعدين ومتقاعدين الشرطة والدفاع وكذلك عندك رواتب اللي يستلموها أشخاص عندهم شهداء وغيرها ويوجد فئة تساني رقب 62 مليون دولار ما مليار بس بالدولار يعني يطلع تقريباً نقل 60 مليون دولار لا لا هو 62 مليار دولار هذا ما يصرف سنوياً على الموازنة بس رواتب لا لا قزي على المصريين يعني المصريين أنا عندي معلومة أحنا قانون التقاعد يقول يعني المصريين عملوا بالحكومة العراقية كموظفين فترات طويلة فقانون التقاعد ما يشمل يعني ما طوله هو تعين بالحكومة العراقية وفي الفتاة الثمانينا الصالة السثناء ومو شرط الأبوين يكونوا العراقيين بسبب الجيش والحرب وقلة الأفراد العاملة فسمح لهم بالتعين بالدولار الدولار مو بسم مصريين فلسطينيين ومصريين وعندك جزائرين وغيرهم سمح لهم بالتعين في الحكومة العراقية فإذا كان أكمل خدمته فشي طبيعي يستنون تقاعد فكلهم أنا أعتقد يستنون تقاعد موضوع طبيعي أرجع لك العدد الضخم للموظفين أربع مليون موظف شا سوا بيهم؟ لا هو يبين أربع مليون هواية شون هواية؟ أنا أقوله وسوا مو هواية ليش؟ عراق بي فت خاصية مختلفة عن دول المنطقة عن دول العالم؟ لا لا دول العالم بي هالخاصية مثلا أمريكا تمتلك هالخاصية في بعض الزال دول العالم متقدم تمتلك أحنا ما نمتلك قانون تجنيد الزامي العسكر عندنا جيش مالتنا والشرطة والأجهزة الأرنية موظفين يتعينون أي بضبط موظفين دولة يقدر على لديهم بأكثر مليون ونص دول العالم حتى دول قليبة من عندنا تركيا وإيران هاي الدول قليلة من عندنا هذول يعتبرون تجنيد الزامي رواتبهم مؤسسة عسكرية رواتب يعني تكون نابعاً للمؤسسة من تخصصات خاصة لا يعدون موظفين قانون خدمة العالم نحن نختلف نعتبرهم موظفين فترى الحكومة العلاقية مكهلة بهذه الأعداد يجي عندك فإنت تيجي إيش قد بقى خصامنا ذول يبقى مليونية مليونية ونص وزادة الصناعة العلاقية عندك نصف مليون موظف هم موظفين شكليين ما عندنا صناعة متوقفة بعد مصارع كلها نسدد فحقيقة اللي يخدم حقيقة بالشارع العلاقية من موظف مدني يقدر بمليون ونص إلى مليونين إلا ربع لذلك ترى أن الدوائر الحكومية دائماً أكتساءل يقول لك إذا عندنا هالجيوش مع الموظفين ليش الدارة يتأخر به الموظف ليش تصبح مشاكل أقول لك مهذا العدد يعني مليون ونص واش قد حيختم يختم أربعين مليون بكل الخدمات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات الإدارية وخدمات الوزارية فبالتالي ما تشوفها على الضخم بتضيف للأعداد الحكين عليها اللي هي موازلة الدفاع والداخلية وغيرها شوف يصعد العلاج إلى أرقام مهولة جداً فأحنا بالعلاق يعني مثلاً إذا أحد يقول كادر مبالغ بي قلوه مبالغ بي لأن أنت قاعد تكسب الداخلية والدفاع وغيرها الرواتب مبالغ بيها الرواتب 90 بليون مبالغ بيها الطبيعية بس أكو بعض الرواتب فعلاً اللي هي الرأسات وغيرها مبالغ بيها هذولا واحد فأحنا موضوع الوظيفة موضوع بعدها ما عبر الحد خنقول حد غير طبيعية بعدها بالحدود الطبيعية فهذا الموضوع أنا أنا أشوفه طبيعي يعني أدبها إذا دمجنا الدفاع والداخلية وتقليصاني ضده لأن احنا ما عندنا قطع خاص طيب ما بين إرادات الدولة العراقية اللي متجاوزت خلال تسعة تشهر 30 مليار دولار وما بين ما يصر في العراق فقط على الرواتب أكثر من 45 مليار دولار نعم ماذا ستفعل الحكومة؟ لا هو كانت بس في 2020 نحن من 2004 لغاية سنة 2019 كل سنة يوجد عجز افتراضي في الموازنة هذا العجز لا يتحقق إنما أسعار النفوط أو الإرادات الأخرى تكون في حالة انتفاع لماذا وضع يعني لماذا الحكومة تضع عجز افتراضي منهج مالي لأنني أنا أعد موازنة الموازنة الإرادات الفعلية المتوقعة مثلاً 50 مليار دولار أنا أقدر بال50 مليار دولار أسد رواتبي وأسد نفقاتي الحاكمة زين وأقدر أخلي منعه الجزء والاستثمارية منهج مالي بس أنت ممر السنة ما عندك عجز بالموازنة لازم هو لازم نخلي عجز بالموازنة لأ ممر السنة مخصار عجز فعلي حقيقي لا لا مأسر بس في 2020 كله يغطى ما عندنا شيء يغطى بالديون يغطى بالديون يعني هذا اللي أقصد إنه إحنا اقتراضنا وبالتالي إذن أنت عندك عجز فعلي بالموازنة لأنه اللي جاءت إلى الاقتراض يعني أكو عجز بالموازنة لو ماكو عجز كامل مخوة لازم يخلي عجز أنا أشترح لك يا أحد الموازنة هي تنبؤية يعني أنا موشيف تصير دعا تنبأ بها قبل سنة من دعا تصير فإذا أخلي أرقام حاكمة مية بالمية يعني أقول أنا النفط على 45 دولار النفط على هالشكل هذا وأقوله بال45 دولار راح أغطي كل نفقاتي لكن أنا وصل عندي النفط أبيعه ب60 وأنا وضع بالموازنة 45 إلى 15 دولار اللي صار عندي صعود المفروض ما صار عندي ما يصير عندي اقتراض لا هو إذا صار ليصير عندي دين خارجي ما لا يصير عندك لدين خارجي ولا دين داخلي لأنه أنت أصلا بعت أعلى من السعر اللي متوقع به فلياش يصير عندك اقتراض في نهاية كل سنة يغطي الاقتراض ويغطي ويسوون موازنة تكميلية أيضا في عدة سنة ما سوى موازنة تكميلية سنة 2011 وستة 2013 فات موازنة تكميلية داشة 2013 سالة عدك موازنة تكميلية يعني إضافة البقية لكن البقية رغم صعود النفط ما صار عندنا موازنة تكميلية يعني معنات العجز الافتراضي اللي حاطيه مبلغة واسع وهذا مو خطأ ليش؟ لأن التنبؤ لازم تخلي به فد مرونة ليش؟ أنت من تقول آني ما خلي عجز الافتراضي ما أنت توقف العشو المشاريع هذا بالحكومات ما يصير أنت دائما خلي مجال أن أنت تقرر القانون يعني أنا أقول لك فاتفقر صورة واضحة إذا إحنا ما حطينا عجز الافتراضي موازنة ما حطي عجز الافتراضي وصارت أكو أموال زيان بهالحالة جازب في سمو يجزون موازنة تكميلية من يسو النواب بينما إذا حطينا عجز الافتراضي وقلنا إذا صار غطاء لهاي الأموال نفذ عشر مشاريع خلص صعد النفط النفذ أنت لم تنفذ